هاي افريون النهاردة هكلمكم عن أهم عشر كلمات في الإنجدوش بيبان فيهم الفرق ما بين الامريكان اكسنت والبريتش اكسنت وكلمة اكسنت يعني the way of pronunciation طريقة النطق هنشوف مع بعض أهم عشر كلمات هننطقل أول البريتش اكسنت وبعدين الامريكان اكسنت والحقيقة طريقة النطق بتختلف لكذا سبب ممكن بسبب اختلاف الكونوننت ساونز أو الفاول ساونز أو السترس بتاع الكلمة هنشوف مع بعض number one adult 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 number two schedule 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 number three water 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 number four tomato 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 number five advertisement 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 number six either neither either neither either neither either neither number seven address 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 number eight نجموعة الكلمات اللي جاية كلها فيها صوت واحد مشترك في البريتش اكسنط بنقوله اه في الامريكان اكسنط بنقول اه نشوف الكلمات بالترتيب on and and class class fast fast lost last glass glass bathroom bathroom past past passport number nine route 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 number ten garage 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 لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا like للفيديو share و subscribe للقناة شوفك الفيديو لغاية thanks a lot for watching and see you in the next video bye for now اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة